حاجة تانية وهو أمر كان تم الاتفاق عليه منذ فترة تجديد عقد ياسر إبراهيم وتجديد عقد رامي ربيع التجديد لم يكن بالأمس التجديد كان قبل نهاية دور أبطال إفريقيا وكان الكلام والاجتماعات من بعد نهاية كأس مصر ولكن لحظة التوقيع والإعلان دي مهمة جدا النادي الأهلي أعلم بالأمس عن تجديد عقد رامي ربيع لمدة عامين قادمين حتى صيف عشرين خمسة وعشرين وكذلك تجديد عقد ياسر إبراهيم حتى صيف عشرين خمسة وعشرين مهم جدا أنك تشتغل على فكرة الحفاظ على القوام الأساسي والرئيسي استمرار ياسر إبراهيم استمرار رامي ربيع حمد عبد المنعم راجع من فترة أعارف في فيتشر وبالتالي تم تمديد التعاقد معاه لحوالي 3-4 سنين جاية التجديد لحسين الشحات حتى عشرين ستة وعشرين ولسه في أخبار أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة في مسألة تجديد عقود عدد من اللعيبة في مسألة التأكيد على استمرار عدد من المحترفين الأجانب خاصة طبعا أليو ديانج أمر متعلق بالاستقرار الخاص بمرسل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي عقب ختام بطولة الدور العام هيكون بالتأكيد فيه الاستمرار مع مرسل كولر وزيادة فترة المشروع اللي بيقوده مرسل كولر مع النادي الأهلي كولر حتى الآن ما مرش على تعاقده مع النادي الأهلي سنة الرجل جيه في شهر تسعة وهلسه في شهر ستة يعني بالزبط بقاله ما يقرب من تسعة إلى عشر شهور فالعشر شهور بنتكلم على أربع بطولات وفي التوئيد ده بيقترب من تحيئ الخماسية فلو متبقف عقده سنة بعد نهاية الدورة هيكون فيه التفكير في مسألة زيادة مدة هذا المشروع عشان يكون مرسل كولر عنده مساحة أكتر إنه يشتغل ويبدع ويتألق مع الأهلي وما يكونش فيه كلام على فكرة أصل بايا سبت شهور في العقد أصل لسه آخر سنة ممكن يكون فيه عروض من أماكن أخرى لأن الفترة اللي جاية فيها تحديات مهمة لما يشارك في دور السوبر للإفريق السوبر ليج ولما يشارك في كأس العالم للأندية والنتائج الإيجابية للكل بينتظرها الفترة الجاية أكيد هيكون فيه طلب كبير جدا على التجديد لمارسل كولر ولكن بعد نهاية الدور هيكون فيه تحطيط جيد جدا من قطاع الكرة لعدد من العناصر المهمة في قطاع الكرة وعلى رأسهم وأبرزهم المدير الفني مارسل كولر